اشتركوا في القناة وقد اخترنا لها كتابا وهو قواعد الإمام مالك رحمة الله عليه لابن أبي قفة أو لابن أبي كف وقبل الشروع إن شاء الله تعالى في ذكر الكتاب وترجمة مصنفه والشروع كذلك في شرح أبياته لابد أن نبتدأ مبادئ مهمة جدا في وصول الفقه وهي مبادئ عشرة كما قال الشاعر إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمر ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاء ومن در الجميع حاز الشرفة فأول ما نبدأ به نبدأ بالحد الحد هو التعريف الجامع المانع لأصول الفقه أصول الفقه عندما نبدأ تعريفه سنذكر أولا التعريف الإضافي أي ننظر إلى التركيب ونفصل التركيب يعني التركيبين المفردين ونشرحهما فأصول الفقه مركب من أصول والفقه الأصول جمع أصل والأصل في اللغة ما يسترد وجود ذلك الشيء إليه فالأب أصل للإبن والنهر أصل للجدول وقيل وهو المشهور عند الجميع ما بني عليه غيره هذا في اللغة وأما الأصل في الاصطلاح فهو ما له فرع لأن الفرع ينشأ عن أصل هذا هو تعريفه في الاصطلاح طبعا الأصل يطلق ويراد به عدة أمور يطلق الأصل ويراد به الدليل كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة الكتاب والسنة فهنا أصل جاء بمعنى الدليل ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة كقولهم أكل الميتة للمضطر خلاف الأصل فهنا الأصل بمعنى القاعدة المستمرة وكذلك يطلق الأصل ويراد به الرشحان فعندما يقولون أصل هذه المسألة كذا أي الراجح فيها كما يقولون أصل الكلام الحقيقة عند السامعين أي الراجح في الكلام طبعا الكلام يكون حقيقة ومجاز فيكون حقيقة هو الأصل الراجح وكذلك يطلق الأصل أيها الطلبة ويراد به المقيس يعني الصورة المقيس عليها وسنرى ذلك إن شاء الله في شرحنا لأن القياس هو أصل من أصول الفقه له أربعة أركان المقيس عليه والمقيس والعلة والحكم فالمقيس عليه هذا يقال له عند الأصولين الأصل إذن عرفنا أن الأصل يطلق على عدة أمور ألم نذهب إلى ذكر المفرد الثاني من التركيب وهو الفقه الفقه في اللغة الفهم وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين كذلك بمعنى الفهم وكذلك قيل بمعنى الإدراك أي إدراك المخاطب ما تكلم به المتكلم هذا من ناحية اللغة العربية أما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بالأدلة التفصيلية صح؟ وقيل كذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية التي طريقها الإجتهاد طبعا أنا لن أتكلم في شرح هذا التعريف وفي التفصيل عنه لأنه سيأتي إن شاء الله اليوم القادم الذي وضعناه للفقه مثل بن عاشر إن شاء الله ونتكلم عن الفقه من جديد ومبادئه بإذن الله تعالى لكن المقصود أن نذكر التعريف الإضافية لأصول الفقه الآن نذهب إلى التعريف اللقبي لأصول الفقه عندما نقول أصول الفقه هو لقب على علم من العلوم ما تعريفه؟ قال أحد العلماء تعريفه معرفة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية وقال الإمام الجويني رحمة الله عليه أصول الفقه ترقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها هنا نعلم أن أصول الفقه يحتوي على ثلاثة أمور تعريفه يحتوي على الوصول والقواعد الإجمالية لأن الفقه هو يعتبر أدلته تفصيلية أما بالنسبة ليصول الفقه فأدلته إجمالي الكتاب من حيث الإجمال السنة من حيث الإجمال الإجماع من حيث الإجمال وهكذا فأصول الفقه إذن فيه القواعد والوصول الإجمالية الأدلة الإجمالية وفيه كيفية وطريقة الاستدلال بها وثالثا صفة المستدل بها من هذا الذي يقدر على استنباط الأحكام الشرعية المجتهد ففي أصول الفقه كذلك يأتي ذكر صفات المجتهد وشروط المجتهد كذلك طيب هذا بالنسبة لحد أصول الفقه نذهب إلى موضوعه عن ماذا يتحدث أصول الفقه أصول الفقه يتحدث عن الأدلة الإجمالية هذا ما ذكرناه آنفا يتحدث عن الأدلة الإجمالية فهو لا يتحدث عن الأدلة التفصيلية وكذلك لا يتحدث عن الأحكام الشرعية ذلك موضوع الفقه أما هو يتحدث عن الأدلة الإجمالية عن أقسامها عن مراتبها عن كيفية الاستدلال بها هذا هو موضوع أصول الفقه ثم قلنا الحد والموضوع ثم الثمرة طيب ما فائدة وما ثمرة تعلم أصول الفقه لطالب العلم له فواءة جمة منها معرفة طرائق الفقهاء في استنباط الأحكام كيف؟ ما هي الطرق؟ كيف استنبطوا هذه الأحكام؟ ما هي طرقهم؟ ثم التمكن في فهم الأدلة الشرعية فهما صحيحا وهكذا تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية على وجه صحيح الذي لا يتعلم وصول الفقه ولو تعلم الفقه وتعلم العلوم الأخرى فهو سوف يخطئ كثيرا خطأه أكثر من صوابه بل لا يكاد يصيب في شيء الفيدة العظيمة الأخرى هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم هذا العلم إذا أنت أخلصت أيها الطالب وتعلمت هذا العلم لوجه الله تعالى لأنه من علم الوسائل أي هو وسيلة لمقصد هو طريق يوصلك إلى أن تفهم الحلال والحرام وتعمل به وتبلغه للآخرين ففوائد وصولي وتعلم وصول الفقه جمة وكثيرة هذا بعضها فقد ذكرت ثم نذهب إلى نسبة هذا العلم علم وصول الفقه ما نسبته بمعنى ما هي مرتبته من بين العلوم أولا هو بالنسبة لنسبته هو من العلوم الشرعية ثانيا هو مثل علوم الحديث للحديث الشريف فهو أصول الفقه للفقه مثل علوم الحديث للحديث فعلوم الحديث هو من علوم الوسائل كذلك أصول الفقه هو من علوم الوسائل إن العلم علمان علم الوسائل وعلم المقاصد فعلم الوسائل منها أصول الفقه وعلوم الحديث ومنها أصول التفسير ومنها النحو والصرف وأما علوم المقاصد فمنها الفقه والحديث والقرآن ذاته صح؟ نعم هذا بالنسبة إلى نسبته ثم نذهب إلى فضله لا شك أن هذا العلم من أشرف العلوم لماذا؟ لأن الفقه يتوقف عليه الفقه أصلا ما ظهر الفقه ما ظهرت الأحكام الشرعية أحكام الحلال والحرام بأحكامه الخمسة كأن المندوب والمباح والمكروه إلا بعدما أصلت هذه الأصول وما جاءت المسائل الجديدة وأفتي بها إلا بهذه الأصول ففضله عظيم جدا وشرفه عظيم فجميع ما سيأتي في فضل الفقه كذلك يعني ينزل على فضل وصول الفقه تماما نذهب الآن إلى اسم هذا العلم لن نذهب إلى الواضع بل سنؤخر لنتحدث عنه نذهب إلى اسمه هل فقط أصول الفقه؟ لا كذلك له اسم آخر وهو قواعد الفقه كذلك بل هناك كتب قيل فيها القواعد الفقهية فهو كذلك أصول الفقه يقال عنه ويقال عنه القواعد الفقهية وكي قواعد الفقه أما الاستبداد؟ هنا نسأل من أين يستمد أصول الفقه مصادره؟ يعني ما هي مصادر أصول الفقه؟ مصادر أصول الفقه ثلاثة الأول كتاب الله عز وجل المصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثالث اللغة العربية بجميع علومها النحو والصرف والاشتقاق ومتن اللغة والبلاغة من معاني وبديع وبيان إذن مصادر مهمة جدا يستمد منها أصول الفقه علمه وسنرى ذلك جليا واضحا عند شرح متن ابن أبي قفة إن شاء الله تعالى نذهب إلى حكم الشارع في تعلم هذا العلم حكمه هو فرض على الكفاية يعني إذا تعلمه جملة من طلبة العلم فيكفي ذلك فرض على الكفاية لكن لو تركه الجميع فيصبح فرض عيني نعم هذا هو حكم الشارع فيه أخيرا نذهب إلى مسائله قبل لا آخرا مسائل أصول الفقه مسائله بمعنى قضاياه التي يلتزمها المجتهد معناها أن المجتهد يلتزم قضاياه فعلى ضوئها يستفيد ويستنبت الأحكام الشرعية عندما نضرب بعض الأمثلة البسيطة جدا عندما نقول أن الأمر حقيقته أنه يأتي على سبيل الوجوه وأنه حقيقته أنه يأتي على سبيل التحريم فهنا هذا من قضايا الفقه هنا المجتهد يلتزم ذلك ويبني إلا إذا دل دليل أو جاءت قرينة في الصيغة أو خارجها تدل على غيرها من الإباحة والنتب هذا مثال بسيط إن شاء الله نمر عليه الآن نأتي إلى واضع هذا العلم أنا أخرته لماذا؟ إنه من خلال نتكلم عن وصول المالكية عن وصول الإمام مالك رحمة الله عليه باتفاق العلماء تقريبا أول من وضع رسالة في وصول الفقه وجمع أغلب وصوله الإمام محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمة الله عليه المولود سنة 150 من الهجرة والمتوفى سنة 40 بعد المائتين وقيلة 5 بعد المائتين رحمة الله عليه أول من جعل رسالة تتكلم عن أصول الفقه وكذلك الحديث طيب هنا يأتي سؤال طبعا كيف كان أصول الفقه قبل الإمام الشافعي رحمة الله عليه كانت القواعد الفقهية وأصول الفقه منتشرة في كتب الفقه سواء عند الحنفية أو عند طبعا في بداية مذهب الإمام الشافعي وكذلك العلماء الآخرون كالمام الأوزاعي وإمام الليث بن سعد والإمام أبو حنيف رحمة الله عليه ومن جاء من بعدهم الإمام أحمد كانت متفرقة هنا وهناك ثم أول من جمعها في رسالة هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه ثم يأتي سؤال آخر هل ألف الإمام مالك رحمة الله عليه؟ هنا يتفرع كتابا في الأصول هذا لا شك أنه لم يؤلف لأننا قلنا أول من جمعه هو الإمام الشافعي لكن سؤال يأتي هل جمع في الموطأ وأظهر أصوله كلها من مالك رحمة الله عليه؟ هنا جاء اتجاهان الفقهاء المالكية فقهاء المالكية لديهم اتجاهان الاتجاه الأول يقول نعم قد أصل الإمام مالك رحمة الله عليه أصوله وأظهرها في كتابه الموطأ الاتجاه الثاني يقول لا لم ينذر ذلك إنما تلامذته ومن جاء من بعدهم من تلامذته والمتأخرون هم الذين جمعوا أصوله ورتبوها وجعلوها في كتب وهنا نرى أن فقهاء المالكية اختلفوا والوصوليون منهم اختلفوا في عدد أصول الإمام مالك رحمة الله عليه بعضهم قال أربعة فقط الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبعضهم قال خمسة وهو القاضي عياذ رحمة الله عليه قال الكتاب والسنة والإجماع وإجماعوا عم أهل المدينة والقياس يعني أضاف إجماع أهل المدينة عمل أهل المدينة وبعضهم قال هي ثمانية وبعضهم أوصلها إلى ستة عشر أصلا وأوصلها الإمام القرافي إلى تسعة عشر أصلا لكن الإمام القرافي قد أدخل في أصول الإمام مالك ما ليس منه كقوله إجماع أهل الكوفة وكقوله كذلك العوائد ما ليس في أصول الإمام مالك رحمة الله عليه إلا أن أحد الفقهاء المالكية على ما أذكر وهو السكهودي قال أن أو ابن راشد نعم أوصلها إلى ستة عشر أصلا إلا أنه عندما نتطلع إليها سنجدها ثلاثة عشر أصلا تنقسم إلى قسمين القسم الأول أصول نقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا وقول الصحابي وأصول نقلية وأصول عقلية وهي القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب وبراءة الذمة والعرف وهكذا سد الظرائع تكون ثلاثة عشر أصلا تماما سبعة عقلية وستة نقلية وهذا ما سيريدهم وسنراه إن شاء الله تعالى في متن الإمام بن أبي كف أو ابن أبي قفة رحمة الله عليه ذكرها كاملة وسنأخذها إن شاء الله أصلا أصلا ونشرحها شرحا وافيا بإذن الله تعالى فلقاءنا القادم بإذن الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى نشرع فيه في ذكر الكتاب هذا المتن وذكر صاحبه وترجمته بإذن الله تعالى ولعلنا نبدأ في بيت أو بيتين بإذن الله تعالى نراكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته